بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم أيها الأبطال في درسنا لهذا اليوم في مادة الدراسات الإسلامية أسعد وأتشرف بأن أتواجد معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر بإذن الله تعالى يا أبطال سيكون عنوان درسنا لهذا اليوم صفات الله عز وجل صفات الله عز وجل في هذا الدرس وهو امتداد لدرسنا السابق يا أبطال والذي تكلمنا فيه عن صفات الله عز وجل وهي التي تكون ضمن أسمائه سبحانه وتعالى ولكن لدينا في البداية هذه التعليمات الهامة التي يجب علينا اتباعها اختيار المكان المناسب للتعلم عن بعد وكذلك التعلم عبر منصات عين المختلفة سواء كان على اليوتيوب على موقع عين على القنوات التلفزيونية الأهم أن نختار المكان المناسب للتعلم أجهز كتابي وأدواتي المدرسية يا أبطال يجب أن يكون كتابي وأدواتي المدرسية بجانبي حتى أستفيد أكبر استفادة من الدرس أتابع الدرس بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له يا أبطال مهم جدا أن نتابع الدرس حتى ينتهي الوقت اتفقنا يا أبطال وكذلك أن يكون الكتاب بجانبي الكتاب يكون بجانبي ومعي كذلك القلم لحل بعض الأنشطة التي ستكون لدينا بإذن الله تعالى من المهم يا أبطال أولياء الأمور إذا كانوا بجانب ابنائنا الطلاب من المهم اتباع هذه التعليمات ليحصلوا أكبر فائدة ممكنة أثناء زمن الدرس بإذن الله نبدأ يا أبطال على بركة الله بعد تطبيق هذه التعليمات اتفقنا إذن لنبدأ على بركة الله ولا يطيب الكلام الله بالصلاة على نبينا محمد صلوا عليه يا أبطال ماذا نقول عليه الصلاة والسلام أحسنتم بارك الله فيكم الدرس الخامس في الكتاب أسماء الله الحسنى وهو من صفات الله عز وجل التي تكون في أسماء الله سبحانه وتعالى تعلمنا السميع البصير وتعلمنا العديد من صفات الله سبحانه وتعالى وأسماءه هذه الصفات هي صفات لله سبحانه وتعالى أعظم الصفات تكون له وأكمل هذه الصفات تكون له سبحانه وتعالى على سبيل المثال يا أبنائي الله هو الخالق من صفات الله عز وجل أنه هو الخالق من أسماء الله عز وجل هو الخالق لدينا يا أبطال دائما العديد العديد الله الخالق والرازق كذلك هذه النعمة التي لديكم بالتأكيد في المنزل الأكلة التي نأكلها العسل البيض جميع هذه النعم البرتقال التفاح كل هذه النعم التي أنعم الله بها علينا الموز الفراولة هي نعم من الله سبحانه وتعالى هذه النعم الموز الفراولة يا أبطال هل تحبون هذه الفواكه اللذيذة الجميلة هذه صنع من؟ هي صنع الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بهذه النعم إذن هو الذي أنعم علينا هو الخالق وهو الرازق الذي يرزقنا هذه النعم كل النعم التي تكون حولنا البصر سمع الأكل كل هذه من الله سبحانه وتعالى إذن صفات الله سبحانه وتعالى تتضمن الكثير من صفات العظمة له سبحانه وتعالى وتبين لنا النعمة الكثيرة التي أنعم الله بها علينا ومن حولنا كل الأشياء التي حولك يا بطل عندما ترى المأكلات التي حولك الآن أنت تشاهدني يا بطل عبر الشاشة تشاهدني من خلال المشاهدة بعينك والاستماع بأذنيك كذلك تخيل الآن عندما تقوم بإغماض عينك يا بطل الآن قم بإغماض عينيك هيا الآن قم بإغماض عينيك هذه النعمة الإبصار الآن عندما قمت بإغماض عينيك لا ترى شيئا الآن قم بفتح عينيك هذه النعمة نعمة البصر هي من الله الخالق الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وأنعم علينا بكل هذه النعم يا أبطل في الكتاب لدينا في الدرس السابق قمنا بتلوين هذا النشاط الأول لو أسماء الله الحسنى السميع والبصير السميع والبصير كل هذه صفات من صفات الله سبحانه وتعالى قمنا بتلوينها في الدرس السابق وكذلك من لم يقم بتلوينها بالكتاب فليقم الآن يا أبطال بتلوين هذه العبارة الله وهذه من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته كذلك السميع قلوا بعدي السميع الله ماذا سبحانه وتعالى من صفاته من صفاته ماذا السميع عندما تدعو الله سبحانه وتعالى بإذا كنت تريد الحصول على أي شيء يا بطل لو كنت تريد الحصول على لعبة تريد الحصول عليها يا بطل تقوم بدعاء الله سبحانه وتعالى يا رب أي لعبة الحلويات شيء مفضل ملابس تحبها الله سبحانه وتعالى يسمعك إذن هو الله سبحانه وتعالى السميع يسمع كلامي وكذلك هو البصير يرى مكاني الله سبحانه وتعالى من أسمائه البصير فهو دائما يسمعنا عندما ندعوه وعندما نتحدث مع الآخرين بخير يعطينا الحسنات والأجر العظيم عندما نقول سبحان الله الحمد لله نذكر الله هذه الأذكار بسيطة بس باللسان دائما يا أبطال لنقول مثلا لها أجر عظيم لا إله إلا الله نحن ماذا قلنا من صفات الله سبحانه وتعالى السميع عندما تقول لا إله إلا الله فإن الله سبحانه وتعالى يسمعك ويعطيك الأجر العظيم على هذه الكلمة التي تقولها لا إله إلا الله كلمة عظيمة لك فيها الأجر العظيم يا بطن اتفقنا يا أبطال وأنت كذلك يا رائعة دائما نحرص ونعلم أن الله سبحانه وتعالى السميع إذن هو يسمع كلامنا دائما البصير سبحانه وتعالى يبصر كذلك مكاني سبحانه وتعالى رددوا بصوت مرتفع الآن من أسماء الله تعالى ومن صفاته السميع وكذلك البصير يا السلام عليكم أحسنتم أحسنتم يا أبطال بارك الله فيكم الأهم قوموا بإكمال تلوين هذه العبارة أو أسماء الله سبحانه وتعالى وأسماء صفاته جل وعلا وانتبهوا بعدم الخروج من حدود هذه الكلمات والتلوين داخل الحدود وعدم الخروج خارج هذه الحدود أرسم دائرة حول أسماء الله الحسنى هنا لدينا يا أبطال العديد من العبارات والجمل ما الذي يكون منها إسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تشاهدون لدينا على اليمين هنا البصير وهنا العليم في المنتصف هنا محمد هنا السميع وهنا القدير أي من هذه الأسماء أو من هذه الكلمات التي تشاهدونها أمامكم أسماء لله سبحانه وتعالى أحسنتم يا أبطال جميع هذه العبارات هي من أسماء الله سبحانه وتعالى إلا هنا لدينا هذا الاسم هو محمد هنا لدينا محمد ولكن هو الذي ليس من أسماء الله الحسنى ولكن البصير هو من أسماء الله سبحانه وتعالى وكذلك العليم العليم يعلم بي أينما كنت هو يعلم حالي سبحانه وتعالى وهو السميع والقدير كذلك الله سبحانه وتعالى هو العليم والقدير فهو قادر على كل شيء كل شيء أمامك في هذه الدنيا كل شيء يحصل الله سبحانه وتعالى هو القدير دائما نقول في دعائنا ونعلم أن الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى فدائما نستشعر هذه النعم من الله سبحانه وتعالى بأنه قدير على كل شيء إذا كنت أرغب بحصوله على شيء إذا كان عندي مشكلة أرغب بحلها فأني أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وأدعوه لأنه قادر على تغيير الحال الذي أنا فيه اتفقنا يا أبطال بارك الله فيكم إذن الله يسمع دعائي ويرى أفعالي الله يسمع دعائي ويرى أفعالي عندما تقوم بالدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يسمعك مثل هذا البطل لشوفنا قبل شوي في الشاشة هو يدعو الله سبحانه وتعالى هذه عبادة لله سبحانه وتعالى لأن إذا أردت شيء فأني أتوجه إلى الله بالدعاء يا رب يا رب فيعطيني الأجر العظيم لأنه يسمع دعائي ويرى مكاني وأفعالي كذلك الله سبحانه وتعالى هو السمع والبصير الثاني لدينا الله يسمع ويبصر كل شيء الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر كل شيء يا أبطال عندما أتكلم بأي كلام أفعل أي فعل أتذكر دائما أن الله يسمعني ويبصرني كذلك الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر كل شيء فإذا فعلت الأفعال الطيبة الجميلة كما تفعلون أنتم دائما يا أبطال فإنه يعطيكم الأجر العظيم والخير الكبير وكذلك ولكن بعض الأشخاص عندما يقومون ببعض الأعمال الغير جيدة فإن الله كذلك سبحانه وتعالى يراهم ويسمع كلامهم لأن الله سبحانه وتعالى هو السميع والبصير الله السميع البصير الله سبحانه وتعالى يسمع كلامي ويرى مكاني يا أبطال لا ننساها دائما لا ننسا هذه العبارة إلى هنا أيها الأبطال أكون وصلت إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شكرا لكم على الإنصات والاستماع والحماس والتفاعل معنا في هذا الدرس سلقاكم في دروس قادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته